في قول الناس إذا قرأ القرآن صدق الله العظيم لا أصل لهذا هذا ليس له أصل وإنما المشروع يستعيد في أول القراءة قال الله جل وعلا وإذا قرأتم القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إذا أردت القراءة فإنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بعد الفراغ من القراءة فلا يشرع شيء من هذا وفي الآية الشيخ قل صدق الله هذه تلاوة هذا آية من القرآن قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا فهذا من القرآن نعم